طيب يعني خلينا نبتدي الأحداث سريعة جدا في النادي الأهلي جمهير كانت منتظرة بشكل كبير الإعلان الرسمي عن المدير الفني الجديد نادي أهلي بالأمس أعلن رسميا أن كولر هو المدير الفني سعادة كبيرة جدا لدى الجمهير سيفي محترم سيفي موجود عند هذا المدرب اللي يمكن مع كل نادي بيروحه بيعمل تأثير إيجابي بشكل كبير سواء بحصوله على بطولة الدوري الأسويسري مع ناديين مختلفين ثم قيادته للمنتخب النمساوي لوصوله بهذا المنتخب إلى مكانة جيدة ورقم كويس جدا في الترتيب العالمي المركز العاشر تقريبا أو من أفضل عشر منتخبات في وقت من الوقات وبالتالي طبعا ده شيء يعتبر لهذا المدرب شيء جيد جدا أيضا خبراته في الكرة الألمانية برضو من خلال ناديين كانوا موجودين فيهم سواء بوخم أو كولين وبالتالي سيفي لهذا المدرب جيد جدا الرجل ما دربش فقط في السويسرا ولكن يعني انتقل لعدة أندية في أوروبا ثم طبعا المنتخب النمساوي ولكن كده احنا بنتكلم خبرات مختلفة سواء بقى مع منتخبات أو مع أندية في عدة دول مختلفة ومدارس مختلفة في كرة القدم وبالتالي سيفي اعتقد ان احنا بنتكلم على مدير فني جيد وجيد جدا وفي انتظار بصماته على أرض الواقع لأن مهما كان وإحنا يمكن نادي الأهلي ونادي الزمالي كانوا يستخدموا مدربين على أعلى مستوى لكن الظروف والأمور ممكن ما بتساعدش في وقت من قلت احنا بنتكلم على مارتين يون لو نفتكر مع النادي الأهلي ولكن بسيفي بتاعه كبير لكن ما حققش حاجات ممكن تكون حققها مدربين مش بنفس السيفي اللي كان مارتين يون كان متواجد عليه وبالتالي الظروف والأمور اللي ممكن بتساعد دي بتبقى مهمة جدا جدا عشان كده بننتظر على أرض الواقع هذا المدرب طبعا كولر في الفترة القادمة وإمكانياته تبان من خلال الفترة القادمة والمعسكر إن شاء الله اللي يمكن كان بيتجهز للنادي الأهلي في هولندا ولكن زي منتظر لكل متابعي أخبار النادي قالي المعسكر اتلغى بناء طبعا على بعض الأمور ممكن اللي كانت اتصعبت فقط والوقات ولكن هيبقى فيه تجهزات أخرى فيه الترتيبات الخاصة بالتدريبات في الفترة القادمة الراجل جي مجرد مواصل القاهرة كان فيه استقبال كبير ثم في المطار طبعا ثم الاتجاه على طول مباشرة إلى استاد مختار التتش والنادي الأهلي بالجزيرة ومتابعة كل الأمور وبيشوف كل الأمور اللي هتحصل في الفترة القادمة وبالخص ملعب التدريبات ثم غرفة الملابس أمور كتيرة جدا بيهموا أنه يشوفها مجرد أما يوصل النادي الأهلي يتعرف طبعا على النادي الأهلي على أرض الواقع أكيد واصله قيمة النادي الأهلي واسمه في القرى الأفريقية والعالمية وبالتالي ده شيء مهم جدا كان بيعمله المدير الفني مارسيل كولر مجرد وصوله إلى القرى